اشتركوا في القناة مقابلة تتسم بالحماس والولاء للوطن العربي والرغبة الاكيدة في تحقيق نجاح كامل لهذه القمة التي ستعقد خلال ايام رجعني الرئيس في كافة المسائل المتعلقة بالقمة وتبينت انه على اطلاع كامل بكل الترتيبات وينوي ان يكون في استقبال القادة العرب عند وصولهم والضيافة الجزائرية ممتدة بالكامل القمة تؤشر الى انها سوف تكون فعلا قمة لم الشمل هناك الرئيس على نجاحه في تحقيق مصالحة فلسطينية نأمل نأمل ان يتمسك الفلسطينيون بها ان ينفذوها حرفيا ان يصدقوا مع انفسهم دفاعا عن مستقبل فلسطين املي ان الاجتماعات القادمة للمندبين ثم الوزراء الخارجية تنتهي الى التوافق الكامل الذي نرصده حاليا الجزائر سوف تكون في عرص يوم اول نوفمبر والثاني من نوفمبر وبحضور عدد طيب كبير من القادة العرب شكرا جزيلا اشتركوا في القناة